احنا اتصلنا عليكم كشؤون حتى نشكركم تمام؟ بارك الله بك شكراً إلك وشكراً للشؤون وهذا واجبنا وخدمة المواطن وإحنا نريد منعدكم تدزونا أرقامكم حتى لأي مواطن يبتز من قبل أي مركز شرطة يعرف الشؤون يتواصل ويالشؤون احنا عدنا خط ساخن هو 477 وهذا خط مفتوح لجميع المواطنين في أي وقت يتصلون ويقدمون شكاويهم وإحنا حاضرين بالخدمة شكراً سيادة العقيد وما رح أقول اسمك حتى لتحفظ لأنه أنت ما تعرف بنا شكراً جزيلاً إلك بس أنت تمثل مؤسسة الداخلية وهذا واجبنا أنه نشكركم شكراً بارك الله بك شكراً مع السلامة هذا واجبنا شوفوا الذكر اسم شباب إذا تقدرون تحطوا لي رقم لو ما سمعتوه 477 477 تمام تحطوا ليها بالشاشة هذا أنا رح أحكي من خلال الحسين إلى كل مواطن عراقي يتعرض إلى ابتزاز أو رشوة من مفوض من منتسب من ضابط بمركز شرطة يتصل على هذا الرقم اللي هو مديرية الشؤون بوزارة الداخلية رح يتعاونون وياه مثل ما تعاونوا وياه حسين صحيح هذول الجهة هذول الشؤون الداخلية ما لهم علاقة بأي ضابط ولا ينطون أسرار المواطن لأي ضابط ولا لأي مركز شرطة رح ينسح الأكبر ضابط مرتشي رح يسحلو الشؤون فحطوا لي رقم خل المواطنين يعرفون أنه هذا الرقم هو إذا صار أو تعرضت لابتزاز أو إلى رشوة من منتسب أو مفوض من الداخلية من مركز شرطة أو من ضابط تتصل على هذا الرقم ورح تشوف الشؤون رح يتعاونون وياك ليش؟ لأنه وصلت حدها الريحة وصلت لهنا مراكز الشرطة تراجافت تراجافت والله